ندخل نكمل كلامنا مع زميلنا العزيز محمد الباز ونسأله ليه الأرقام بتقول إن الماتش صعب النهاردة طبعا مبدئيا بنتكلم على فريق الاتحاد فريق برضو متمرس بيعكس أرقام كبيرة جدا شفناها على مسعيد الكونفادرلية على سعيد الدوري رغم إنه هو طبعا ترتيبه في الدوري يعني كان رقم 11 و12 ما كانش ما ظهرش بأفضل المستويات أخر ست أو سبع مباريات عنده خمس أو ست خسائر وتعادل وحيد نهى الدوري بشكل يعني مش هو اللي بيعكس قوة فريق زي الاتحاد العاصمة اللي طبعا بطل الكونفادرلية وحيمثل النهاردة طبعا يعني أمام النادي الأهلي في السوبر الأفريقيا يا كابتن ولكن أنا شايف إن بالأرقام الأرقام بتقول لنا إن الفريق فريق الاتحاد الاتحاد العاصمة فريق قوي من ناحية الهجومية فريق بيمتلك قدرات قوية جدا رغم إن فيه طبعا اختلاف كبير جدا في السكوات بتاعه وفيه 12 لاعب طبعا بالزبط وفيه 14 لاعب تم الاستغناء عنهم و12 لاعب تم دخولهم للفريق حتى تحليلنا للكيمة التسويقية يعني فوق 9 مليون مكانات النادي الأهلي فوق 30 مليون ولكن أنا بتكلم على السنة دي حتى التحليل بقيمة التسويقية للفريق نفسه عندهم بالماينس 33 ألف يورو وده بيقول لك أنهم بالزبط لأن كل اللاعبة خرجت فري وكل اللاعبة داخلت فري داخلت فري انتقال حر فهو ما فيش اللاعب واحد اللي هو السنتر باك اللي هم جابوا وده بقيمتوا 33 ألف يعني كما قليلة ولكن ده من ناحية التسويقية وده بيعكس طبعا كواليتي اللاعبين لعبة اللاعب اللاعبين طبعا متمرسة يعني احنا بنتكلم فيه فوار كبيرة جدا ولما نخش في التفاصيل طبعا التفاصيل الفنية والتفاصيل الرقمية اللي هتقول لنا النهاردة مجريات المباراة ممكن تكون ازاي نقاط القوة نقاط الضعف عند اتحاد العاصمة هنخش بكل التفاصيل أنا بنتكلم على أفضل فريق بيلعب الكروسات والعرضيات وبيستغلها استغلال كبير جدا كابتن أيمن بيعتمد على الأجنحة بيعتمد على الأجنحة بيعتمد على الكرات السبتة الكرات المتحركة بيجيب إنها أهداف كثيرة جدا عندنا بعض الأرقام اللي نقدر نعرضها ونشرحها لسالة المشاهدين بتقول لك نقاط القوة فين يعني الناس دي بتعرف تحرز أهداف بالرأس بشكل كويس جدا بيلعبوها بتكنيك عالي جدا يعني عندنا برد طب من خلال الأرقام نقاط قوة فيه في الكرات السبتة في الكروسات العرضيات في الركنيات بيعملوها بشكل كبير جدا عندهم أرقام كبيرة جدا أنا شافوا أنها أكتر فريق في اللمسات الكرة داخل منطقة الجزاء 238 لمسة داخل منطقة الجزاء يعني معدل تقريبا 13 لمسة داخل منطقة الجزاء في كل مباراة أكتر فريق بيعمل ركنيات ده على مستوى الدوري برضو شفنا يعني بيصل لخمس ركنيات في المباراة أكتر فريق بيعمل تمريرات مفتاحية والإكس جي أو الهداف المتوقع عنده يعني بيخلق فرص بشكل كويس جدا بيوصل لعبته يعني بنتكلم في 46 تمريرة مفتاحية كابتن أيمن بأن هو يقدر أنه هو يوصلوا بيها للمرمى أعلى إكس جي شفنا كمان في الدوري يعني بتكلم على فريق الرقم واحد في كل الحاجات اللي احنا بتكلم عن النقاط الهجومية على الرغم أنه هو يعني بيترتب على الجدول الدوري في المركز 12 أو 11 لكن هو في النقاط الفنية بنتكلم فيها دي هتلأ يعني نرتب هنرجع لك مرة تانية بس هنروح لفاصل ونرجع سريعا بعد الفاصل نكمل كلامنا مع محمد الباز وبيون شكرا